لماذا لا نجد نحن اليمنيون أسماء يمنية لامعة في سماء الفكر والإبداع العربي على الأكل إذا لم يكن على مستوى العالم؟ لماذا لا نجد في التاريخ اليمني حركة إبداعية في المجال النظري الفكري والأدبي والفني؟ هل العقل اليمني عقل خامل لا يقو على الإبداع؟ أم أن اليمن لم يحظى بظروف مناسبة ليشارك في حركة الإنتاج المعرفي العربي؟ ما هي هذه الظروف إذا وجدت؟ ولماذا نفتح مثل هذا الموضوع في هذا الوقت الراهن؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع حديثنا لهذا المساء فكونوا معنا المثل الشعبي يقول الضربة لما تكتلك تقويك وإذا نقلنا هذا المثل إلى مستوى الشعوب والأمم يمكن القول أن المحن والأزمات الكبيرة للشعوب إما أن تكسرها أو تقويها اليمنيون اليوم يمرون بأخطر المحن وأصعب الظروف وبالتأكيد سيخرج اليمني من هذه المحن وهو أكثر صلابة وكوة في وعيه وأخلاقه وثقافته بشرط أن يتجاوز مشروع الإمامة لأن هذا المشروع يسبب نقصا في المناعة القومية نقصا في المناعة القومية والاجتماعية ويؤدي إلى ضمور القوى الحية والإبداعية في المجتمع هذه خطورته والقوى الحية في المجتمع هي القوى التي تضمن بقاء المجتمع قويا ناميا ديناميكيا إذا تجاوز اليمنيون مشروع الإمامة سيدخلون المستقبل بخبرة سياسية وخبرات اجتماعية وحضارية جيدة تحصنهم من الوقوع في المشكلات الماضية لأن اليمن الجديد الأجيال الجديدة من اليمنيين ستبدأ في مراجعة ماضيها وثقافتها التي أوصلتها إلى هذه المحنة هناك أجيال جديدة من اليمنيين استوعبت أخطاء الآباء والأجداد ولا تريد تكرار هذه الأخطاء وترغب في تصحيح المسار وكل الذي يحتاجه اليمني الآن وفي المستقبل القريب هو القدر الكافي من الصدق والشجاعة في مواجهة النفس عليه أن يصارح نفسه بعيوبه وأخطائه عليه أن يكف موقفاً نكدياً من ثقافة الآباء والأجداد التي ورثها والتي أدت إلى ضعفه وسقوط دولته وحضارته على اليمني أن يسأل نفسه أسئلة كثيرة محرجة مثل هذا السؤال لماذا لا نجد مساهمة يمنية حقيقية في المجال الإبداع العربي؟ لماذا اليمن فقير في الإنتاج الإبداعي المنافس لبقية العرب؟ لماذا لم تخرج اليمن أدباء ومفكرين وعلماء ومؤرخين أمثال العقاد طه حسين محمد عبد الجابري توفيق الحكيم نجيب محفوظ نزار قباني محمود درويش الصادق النيهوم محمد إسعاف النشاشيبي محمد علي كرد طيب تيزيني علي الوردي جواد علي طه عبد الرحمن وعشرات غيرهم من القامات والعلامات العربية التي ملأت الفضاء الفكري العربي أعني قامات شغلت الوسط الفكري العربي بإنتاجها الإبداعي في الفكر في الأدب في الفلسفة في كل المجالات صحيح لدينا البردوني والمقالح قامتان أدبيتان كبيرتان لكن هل هذا كل شيء؟ لقد عشنا نحن اليمنيين دائما على الهامش العربي نستهلك ما ينتجه العرب من أفكار ونتبع ما يسوكونه من مذاهب ونصفق للجميع ولا أحد يصفق لنا نحزن للجميع ولا أحد يحزن علينا نهاب الجميع ولا أحد يهابنا بل أصبحنا مضرب المثل عندهم في التخلف وقلة النظافة وقلة الخبرة ونكس الجمال والغياب عن الساحة الإبداعية عندما أراد حسن البناء عندما أراد حسن البناء أن يضرب لأصحابه مثلاً عن البلاد المجهولة في زمنه حدثهم عن اليمن وعندما كتب أنيس منصور وهو كاتب أنور السادات عندما كتب عن رحلته إلى اليمن سمى كتابه اليمن ذلك المجهول مقارنة أو على غرار عنوان إليكسس كارل الإنسان ذلك المجهول وعندما أراد عاد الإمام أن يحدثنا عن صديقه المتخلف الكذر علي في مسرحيات الزعيم لم يجد دولة ينسبها إليه سوى اليمن الديمقراطية صديقه في اليمن الديمقراطية من العشوائيات التي في اليمن الديمقراطية وعندما أراد الممثل المصري محمد هنيدي أن يتحدث عن قبح الممثل الذي أمامه سأله ساخرا انت ليك أرايب في اليمن أما استهانة الخليجيين باليمني فأوضح من عين الشمس يخفيها الكريم منهم ويبديها اللئيم وهذا كله ينبغي أن يوكظ في الحس اليمني في الأجيال اليمنية حاسة الكرامة لمراجعة الذات والبحث عن الأسباب والعلن التي أوصلتنا إلى هذا المصير وإلى هذا المستوى في نظر الناس لا بد من المصارحة والمراجعة والتحليل العلمي لمثل هذه المشكلات لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا عم اللي عالك أنا موني سنة أوي أوي حسنت أن أنا بقى ليه أهل من جديد جري ولعب وضحك حياة فجأة كل دراح والبيته يفضى علي مفضل شي غير أنا وإنت تخيل بقى أنت تعيش مع أنت أنا راضي ضميرك تليك أراب في اليمن يا فرعون دائما ما كنت أسأل نفسي هذا السؤال لماذا ليس لنا نحن اليمنيين مساهمة فاعلة في الفضاء الإبداع العربي وخصوصا في مجال الفكر والعلم الحديثين صحيح لدينا علماء أو دباء ومثقفين لكنهم قليل وسيطهم في الغالب لا يتجاوز الحدود اليمنية باستثناء أسماء معدودة على أصابع اليد الواحدة فهل العقل اليمني مصاب بالعقب؟ ما هي أسباب هذا الغياب يا ترى؟ ثم أبدأ في البحث عن الأسباب المحتملة واحدا واحدا في ذهني وأتساءل هل هل الفكر مثلا والجوع الذين عانى منهما اليمنيون معظم تاريخهم هل هما السبب في هذا؟ لكن لو كان كذلك لماذا لم نجد مجتمعات عربية فقيرة لماذا نجد مجتمعات عربية فقيرة أخرجت قامات علمية وفكرية وإبداعية ممتازة؟ السودان مثلا بلد فقير وبيئة قاسية لكنه أطلق في سماء العرب عددا من الأسماء اللامعة في الأدب والفكر أمثال الطيب صالح الهادي آدم على الأقل بقصيدة واحدة الحسن الترابي أبو القاسم حاج محمد وحتى محمود محمد طه وغيرهم وهناك دول عربية أصغر مننا مساحة وحجما وأكل سكانا أخرجت العديد من الأسماء الكبيرة مثل لبنان والكويت كم نحصي من المفكرين في لبنان والأدباء والفلاسفة لبنان الصغيرة هذه المحدودة ولا الكويت ولا حتى البحرين الأنصاري محمد جبر الأنصاري كما أظن من البحرين المفكر لامع من دولة يعني لا يتجاوز عدد سكانها سكان الصافية في صنعها إذن ما هي العوامل التي سببت هذا القصور هل هي عوامل جينية أم عوامل سياسية أم عوامل الثقافة والتضاريس جغرافية أم عوامل الموقع الجغرافي أم الظروف التاريخية المختلفة أو غير ذلك المفروض أن يكون هذا السؤال المفروض أن يكون هذا السؤال قد طرح للنقاش والبحث في مراكز الأبحاث والدراسات اليمنية وفي الوسط المعرفي اليمني بوجه عام أنا أضحك لأنه ما كانش عندنا مراكز دراسات وبحوث أصلا كان عندنا أسماء بلا مسميات لكنه في حدود ما أعلم لم يطرح من قبل هذا السؤال لم يطرح من قبل في مراكز الدراسات والبحوث وفي الوسط الفكري اليمني وهذا له دلالة سيئة إما أن المثقف اليمني لم ينتبه لهذه الظاهرة لم يتنبه لها وهذه مصيبة تدل على أن المثقف اليمني لا يشعر بما هو فيه من وكسه وإما أنه قد تنبه لها لكنها لم تشغل باله وهذه مصيبة أعظم المفروض أن المواطن العادي فضلاً عن المثقف تطرح على نفسه مثل هذه المقارنات لماذا نعيش في هامش العرب المواطن العادي لا يرضيش يطرح على نفسه مثل هذه الأسلام ما هو يعني لو بيكارن نفسه مع الآخرين ما كان يظل وضعك كما هو عليه الآن المفروض يسأل لماذا نعيش على هامش العرب إذا علمنا أن العرب أنفسهم يعيشون في هامش العالم فنحن من ثم نعيش في هامش الهامش لماذا حدث ذلك ولماذا نقبل ذلك والأخطر لماذا لم يستفزنا هذا الوضع فنطرحه للنقاش لم يكن بإمكان اليمنيين أن يطرحوا مثل هذه الأسئلة وأن يفكروا في هذه القضايا إلا في بداية عصرهم والحديث قبل العصر الحديث ما كان بإمكانهم يطرحوا مثل هذه الموضوع لكن من سوء حظ اليمن أن عصرها الحديث قد تأخر كثيرا جدا تأخر حتى عن العصر العربي الحديث إذا كانت مصر قد بدأت من الكرن التاسع عشر فنحن لم نبدأ إلا من منتصف الكرن العشرين لم يبدأ العصر الحديث في اليمن إلا بعد ثورة سبتمبر 1962 ومن سوء حظ اليمن مرة أخرى أن معظم العهد الجمهوري كتحكمه علي عبدالله الصالح كتحكمه عسكري غبي لا يعرف كدر اليمن ولا يريد لها قدرا عسكري بدأ سيرته العسكرية بتهريب الخمور في باب المندب وبدأ حياته السياسية بكتل صديقه رئيس الجمهورية الأفضل في تاريخ اليمن وختمها ببيع الجمهورية نفسها للمشروع الإمامي حاكم كان يحتكر الفئة المثقفين يحتكر العلم والفكر والعلماء والمفكرين ويعتبرها ويعتبرهم زوائد دودية كان يغار منهم في حقيقة الأمر هذه نكبة لليمن يعني معظم العهد الجمهوري يعني سرك منا في عهد علي عبدالله الصالح أو على يده فلم تعرف اليمن في عهده إلا المزيد من التراجع الحضاري والمهانة المهانة على كافة المستويات في كل المحافل أينما ذهبت كنت مهان كيمني أنت مهان في المطارات في كل مكان وبالذات عند إخوانك العرب كان اليمني في نظر العربي هو ذلك الكائن الشحات أو الكائن الذي يمضغ الأوراك الخضراء مثل القرود الكات يعني في نظرهم وهو ذلك المغترب البسيط الذي لا يمتلك خبرة في المجالات الحديثة كل ما يستطيع فعله هو العمل في البوفيا أو في المغسلة بينما اللبناني بيشتغل مهندس بيشتغل خبير في مجال فني والأردني والفلسطيني والمصري أما اليمني ما فيش معه غير البوفيا أو المغسلة أو ما شابه ذلك وهو ذلك المواطن الفقير الهزيل المتسخ الذي يلبس ملابس الصيف في عز الشتاء هكذا كنا في نظرهم ولهذا لم يكن يحظى بأي احترام في مطارات الأشقاء قبل الأصدقاء هكذا كانت صورتنا وما زالت للأسف إذا أردنا أن نقرب أكثر أو نكترب من الإجابة الدقيقة لظاهرة تخلف اليمنيين عن العرب فلابد من زيارة للتاريخ اليمني لنتأمل مؤشر الظهور والتراجع الظهور والضمور في المجال الإبداعي لليمنيين نشوف كيف كان في العصور المختلفة يمكننا أن نقسم التاريخ اليمني على ثلاث حكب كبرى الحكبة الأولى حكبة العصر القديم التي تشغل حوالي 1500 سنة قبل البعثة النبوية الحكبة الثانية هي حكبة العصر الوسيط التي تشغل حوالي 1400 سنة أخرى يعني منذ دخل اليمنيون الإسلام للمرة الثانية في عهد النبي محمد وحتى منتصف القرن العشرين الميلادي أنا بعتبرها هذه حكبة واحدة وأخيرا الحكبة الحديثة التي بدأت مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 قبل 50 57 سنة بدأت العصر الحديث قبل 57 سنة إذا تأملنا هذه الحكبة الثلاث الزمنية سنلاحظ الآتي سنلاحظ أولا أنه ليس لدينا تاريخ واضح عن الحياة الفكرية والإبداعية لليمنيين في الحكبة الأولى يعني حكبة ما قبل الإسلام ما فيش تاريخ واضح لأن اليمنيين لم يدونوا ذلك لا في النقوش كما كان يفعل المصريون والبابليون والسومريون على الطين والمصريون في الحجارة نحن لا في الطين ولا في الطحين ولا في الحجارة ولا دوننا شيء ولا في الكتب كما فعل الإسرائيليون يمكن لو دونوا في الكتب كانت انتهت وانقرضت لكن هذا لا يعني أن حياتهم كانت خالية من النشاط الفكري والإبداعي بالتأكيد كان نشاط من هذا النوع خصوصا في الفترة التي سادت فيها الديانة اليهودية لأن الديانة كتابية لا بد أن يكون فيه نشاط كتابي وفكري يعني فترة الدولة الحميرية التي ظهرت مباشرة قبل الإسلام لما ظهر لما ظهر للمرة الثانية في الجزيرة العربية أو لما جاءت البعثة النبوية لمحمد عليه الصلاة والسلام ظهر معه في القرن الهجري الأول مثقفون يمنيون أسهموا في تشكيل العقل الإسلامي بفاعلية أكثر من بقية الأقوام العربية ربما لكنه كان تأثيرهم كان تأثيرا سلبيا في معظمه أعني التأثير الذي تركه أمثال كعب الأحبار أمثال كعب الأحبار من اليهود اليمنيين الذين أسلموا كعب الأحبار هذا واحد يهودي صنعاني أو من الحب دخل الإسلام في عهد عمر بن الخطاب وعجن الإسلام عجب كان مثقفا يهوديا كان يقرأ التوراة في مساجد حمص في المسجد يقرأ التوراة هؤلاء ومعهم عبد الله بن سبا كان لهم دور خطير في تشكيل العقل الإسلامي الذي نعرفه الآن العقل الإسلامي والثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية الموجودة أمامنا الآن ساهم يهود اليمن في تشكيلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء العلماء واليهود المثقفون بقصد أو بدون قصد سربوا الكثير من الروايات والمفاهيم الإسرائيلية إلى العقل الإسلامي خلال القرن الأول وبعدين جاء بعضهم جاء من يكمل هذه المهمة في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجريين أقوام بعضهم عراقيين بعضهم شاميين إلى آخر أولئك الذين أسسوا المذهب المذهب الشيعية الإمامية تحديدا أمثال هشام بن الحكم وشيطان الطاق هؤلاء كان معظمهم من أصول مسيحية أنا رصدت خمسة الذين أسسوا المذهب الشيعي الأربعة منهم كانوا من المسيحيين أو من أصول مسيحية إسرائيلية يهودية يعني من حاملي الفكر الإسرائيلي وقد تركوا بصمة واضحة جعلت التشيع أشبه بالمذهب المسيحي وبيّنت هذا الكلام في حلقة قديمة من هذا البرنامج وجود وجود كعب الأحبار الحميري بغزارة علمه في الإسرائيلية دل على وجود حركة علمية في اليمن قبل الإسلام قبيل الإسلام وفي زمنه في زمن كعب الأحبار هذه الحركة العلمية لم نعرف عنها شيئا هؤلاء بالتأكيد مجرد عينات على هذه الحركة حتى وحب بن منبه مع أنهم يقولون أنه فارسي خراساني لكنه ولد في اليمن وعاش في اليمن وهو رفيق كعب الأحبار في ضخة الإسرائيليات للعقل الإسلامي ويبدو أن الحياة العلمية في اليمن لم تكن مكسورة على الفكر الديني في الزمن الحميري فقد كانت هناك معارف أخرى موازية مثل المعارف التاريخية بدليل ما ظهر بعد ذلك في القرن الرابع الهجري ثلاثمائة وشوية على يد الحسن الهمداني أبو محمد الحسن الهمداني في كتابه الموسوعي الإكليل الهمداني هو أعلى قامع علمية في تاريخ اليمن القديم هو الذروة لأنه كان مثقف نادر موسوعي يعني فلسفة جغرافية أدب دين إلى آخره إنتاجه المعرفي يضعه يضعه في بين القامات العربية الكبيرة في زمنه ويبدو أن اليمن لم ينتج بعد الهمداني كامع علمية موسوعية في هذا المستوى الهمداني يدخل في الحكبة الثانية من التاريخ اليمنى طبعا لكن يعني حكبة ما بعد البعثة النبوية لكني ذكرته في الحكبة الأولى لأن معارفة في الإكليل في كتاب الإكليل تحديدا موسوعة الإكليل تبدو معارف كديمة من عصر الدولة الحميرية قبل البعثة وهذا يدل على وجود حركة أدبية أو حركة معرفية من نوع ما هذا ما أردت أن أدلل عليه إذا كان اليمن في الحكبة الأولى من تاريخها نشاط معرفي جيد هذا ممكن لكنه لا ينافس النشاط المعرفي للدول الكبيرة في العراق والشام ومصر كان فيه نشاط لكنه غير منافس لأذى الحضارة اليمنية لم تكن حضارة علم أو قانون أو أدب بل كانت حضارة عمل سدود وخدود للماء وحضارة زراعية وهذا يعني أن النشاط الإبداعي في اليمن القديم كان محدودا في تلك الفترة وإذا تأملنا الحكبة الثانية من تاريخ اليمن تلك الممتدة من البعثة النبوية إلى منتصف الكرن العشرين سنلحظ أيضا أن اليمن لم تشهد خلال هذه الفترة حركة إبداعية في أي مجال معرفي سوى مساهمات محدودة في مجال علوم الدين على يد كل من الفقهاء المشتهدين أمثال الشوكاني وابن الأمير الصنعاني والجلال وغيرهم مع تحفظي على وصفها بالحركة الإبداعية أنا أكصد بالحركة الإبداعية إنتاج ليس له نظير يعني معرفي من حيث الكام واسع ومن حيث النوع جديد لكن يمكن أن نعتذر هنا بأن العرب العرب جميعا بعد القرن الخامس الهجري قد دخلوا عصر الانحطاط العربية المعروفة التي استمرت قرابة 600 سنة إذا تجاوزنا هذه القرون الستة أو السبعة ودخلنا العصر العربي الحديث العصر اليمن الحديث فإن الحال لن يتغير كثيرا بالنسبة لليمن منذ أن بدأ عصر النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر للميلاد وحتى اليوم لم تشهد اليمن حركة إبداعية حقيقية إذا ذكرت النهضة العربية الحديثة مثلا تذكر مدن ودول مثل مصر الشام بغداد فاس في المغرب مراكش في موريتانيا لكن لا تذكر اليمن تذكر أسماء مثل الكواكبي محمد عبدو شبل شميل جبران خليل جبران وغيرهم ولا تذكر أسماء يمنية وبعد ظهور النفط ظهرت أسماء خليجية كثيرة في مجال الإبداع الفكري والعدبي والفني وظلت ظلت اليمن فقيرة بنسبيا في هذا المجال يعني ما حصلناش كاتب حتى بمستوى عبدالله القصيمي مثلا كمفكر وكاتب في السعودي في الستينيات والخمسينيات والاربعينيات والثلاثينيات عيما كانت السعودية ما زالت بلد فقير متواضع ما كدوش هذا البلد الكبير ومع ذلك انتجت واحد مثل القصيمي وهذا يحتم علينا العودة مرة أخرى إلى السؤال لماذا لماذا هذا الفكر لا يمكن الكون إن للأمر علاقة بالجينات يقولوا الجينات اليمنية الجينات لا تنتج مفكرين كبار هذا غير معقول البشر جميعا لديهم نفس الاستعداد للإبداع إذا تساوت ظروفهم يعني العوامل الفاعلة في هذا الموضوع هي الظروف الظروف التاريخية المحيطة هناك ظروف تساعد شعوب على الانتاج الإبداعي وظروف أخرى تمنع وتعيك الانتاج الإبداعي والسؤال الوجيه الذي كان يبغي أن تطرح المؤسسات العلمية على نفسها هو ما هي هذه الظروف التي تجعل أم ما خاملة في جانب الانتاج الإبداعي وأم أخرى نشطة ديناميكية أنا سأستعجل في تقديم الإجابة مبدئية قابلة للأخذ والرد يعني مش إجابة نهائية أتصور أن ظاهرة القصور الإبداعي لدى الإنسان اليمني ناتجة عن حزمة من العوامل المتفاعلة مع بعضها أولها عامل العزلة الجغرافية اليمن بموقعها الجغرافي معزولة عن الأمم ذات النشاط العكلي الفاعل الأمم النشطة مثل اليونان وعوروبا وفارس اليمن واقع بين بحر العرب والمحيط الهادي أو الهندي وبين صحراء الربع الخالي ما فيش غير الحنشان والحشرات وبين والكرن الأفريقي هي واقع في هذا المثلث يا صحراء يا محيط بحري يا أفريقيا الفكيرة المتواضعة كلها جهات ساكنة لا تحرض على شيء على عكس بلد مثل مصر أو الشام أو العراق مثلا هذه دول كانت على الدوام في حالة احتكاك شامل مع أمم وحضارات مختلفة وديناميكية كما قلت والاحتكاك بهذه الأمم يخلق ديناميكة إبداعية أو عدوى إبداعية مصر كانت على احتكاك دائم مع حوض الدول حوض أوروبا والشام كذلك والعراق العراق كان في احتكاك دائم مع فارس على الأقل والهند وثقافات الكديمة التي من بقايا الثقافة الآرامية والمسيحية الآرامية التي سميت السوريانية الكتب الكتب السوريانية والثقافة السوريانية المخطوطات الكديمة التي ترجمها السوريان كانت هذا كله في العراق هذه كلها دول وحضارات ثرية ملهمة وبالاحتكاك الحضاري مع هذه الأمم الاحتكاك الحضاري عموما تتلاكح العقول والثقافات وتزهر الحياة والعقول تزهر الحياة المعرفية والعلمية إذن فالموقع الجغرافي لليمن من وجهة نظري على الأكل قد عزلها كثيرا عن الأمم المتحضر وحرمها من التلاقح الإبداعي من ثم لكن يبدو أن هذا لم يكن العامل الوحيد في القصور الإبداعي النظري ويبدو أن التضاريس اليمنية أيضا كانت عاملا من عوامل هذا القصور لأن غياب الأنهار والمياه الزراعية الكافية واعتصام التجمعات السكانية الكبيرة بالسلاسل الجبلية معظم التجمعات السكانية في الجبال هذا حرم اليمنيين من استقرار الدولة وتسبب في ضعف الدولة اليمنية ضعف الدولة يعني ضعف الاستقرار ضعف الاستقرار يعني ما فيش مجتمع يورث ويراكم الخبرة والمعرفة في الإبداع في الفكر في المعارف الجبال اليمنية كانت موانع طبيعية تحمل المتمردين على الدولة وهذا أضعف الدولة كما أن شحة الموارد الزراعية يدفع الناس للبحث عن مصادر أخرى للرزق ولم يكن أمام اليمني سوى التجارة أو البحث عن الفيد والبحث عن الفيد والغنيمة أسهل لليمني لأن فرص التجارة كانت تتضائل تضائلت في اليمن بعد الفتوحات الإسلامية وبعد تحول طرق التجارة وضعف الطلب على البضائع التي كان اليمنيون يجلبونها من الهند والصين قبل الإسلام ومن عموم آسيا واليمن تغيرت طرق التجارة وتحولت لأسباب كثيرة البهارات البخور اللبان العطور وغيرها من البضائع يبدو أنها لم تعد مطلوبة كما كانت في العصور القديمة قبل الإسلام لأن أغلب استعمالها كان في المعابد في المعابد الممتدة من العراق إلى مصر مرورا بالشام هذه المعابد شهدت انحسار كبير بعد ظهور الإسلام لأن الإسلام انتشر على حسابها وشهدت المنطقة تحولا في المراكز التجارية وفي طرق التجارة وفي أنواع البضائع ومن ثم أصبحت التجارة مورد ضعيف في اليمن فتحول الناس إلى الغنيمة والبحث عن عن أي ميليشيا يلتحكون بها من أجل لكمة العيش مثل ما حاصل اليوم اليوم كثير من الناس يروحون مع الميليشيا على شال لكمة العيش كثير من اليمنين وعشان يحصل على آلي ولمسدس أجدادهم كانوا هكذا كما أن الكثير من الشباب اليمن النابه قد غادر اليمن زمان ليلتحك بركب الفاتحين في آسيا وأفريقيا وحرمت اليمن من نخبة شبابها عن ذاك يعني لا نستطيع معرفة أعداد اليمنين الذين غادروا اليمن للتحاق بمعسكرات الفتح الإسلامي طوال القرون الثلاثة الأولى الهجرية لكننا نستطيع تقدير أمرين الأول أن أغلب هؤلاء الشباب أو أغلب هؤلاء الفاتحين اليمنين كانوا من فئة الشباب لأنه الشباب هم الأكثر شوكا للكتال والأكثر قدرة عليه والآخر أن هؤلاء الشباب كانوا من المتوقدين نشاطا لأنه الخامل الشاب الخامل لا يشارك في صناعة التاريخ والأحداث الذين كانوا يرحوا الفتوحات كانوا من النشطين يعني من المتوقدين نشاطا اليمن حرمت منهم من ثم فقدت اليمن في ثلاثة قرون الكثير من شبابها الديناميكي وهنا قد يجدر التنبيه إلى أمر هو أن عدد سكان اليمن في تلك العصور لم يكن كبيرا والشباب يشكلون فيه عنصرا مهما طبعا هذه ليست معلومة مسألة عدد السكان ليست معلومة لكنه استنتاج استنتاج مبني على حقيقة الحقيقة التي نعرفها هي أن عدد سكان اليمن قبل إعلان الجمهورية اليمنية لم يكن يتجاوز حوالي خمسة مليون شخص يعني لما سؤل الإمام أحمد والإمام يحيى عن عدد سكان اليمن أجابهم ما كان شيء يعرف طبعا قال من أربعة إلى أربعين مليون يعني لا يعرف حتى العدد التكريبي أربعة خمسة يكون أربعة خمسة ستة لكن من أربعة إلى أربعين يعني الراجل في البي باي ومن ثم نستنتج أن العدد كان أكل من ذلك في الكورونا الإسلامية الأولى إذا كان عددهم خمسة مليون مع الإمام أحمد فربما أو بحل الأرجح كان عددهم أكل في العصور الكديمة العصر الإسلامي الأول ويبدو أنه اليمنيون انكرضوا بسبب الحروب والصراعات بين الدول اليمنية في العصر الإسلامي الوسيط والأمراض الفتاكة الناتجة عن ضعف استقرار الدولة لأنه لما إذا الدولة ضعفت ينهر بعدها كل شيء سوء إدارة وكله ربما كل هذه الظروف عبلت طوال الوقت على التكليل من عدد السكان أمراضه غيره وحروبه وقتل وخصوصا من فئة الشباب لأن الحروب تحديدا تفتك بالشباب أكثر من غيرهم وهذا عامل إضافي من عوامل ضمور الحياة العقلية والإبداعية في اليمن يعني قد يكون هذا عامل من العوامل قبل أن ننهي هذه الجولة من البحث عن عوامل القصور الإبداعي في التاريخ اليمني لا يمكننا أن نؤجل أو نهمل دور الثقافة اليمنية الثقافة اليمنية لا شك أن هذه الثقافة قد احتوت على عناصر عديدة سلبية مضادة للتفكير الإبداعي والتفكير النكدي والتفكير النظري عموما ويبدو أن هذه العناصر المضادة قد جاءت من مصدرين الأول طبيعة التضاريس والموقع الجغرافي الذين أدى إلى نشوء ثقافة عمل عند اليمنيين لا ثقافة نظر وفكر ثقافة عمل على حساب ثقافة النظر والفكر ويبدو أن هذا خلق ميلا في الثقافة اليمنية لإهمال الاشتغال النظري الاشتغال العقلي يعني الانتاج المعرفي لأنه لا يدر في الربح ولا يشبع من جوع في بلد كان محاصر بالجوع طوال الوقت يعني كانوا يقول لك خليك في الشغل خليك في العمل بلها الثقافة والفكر والنظري وما شابه ذلك ربما هذا سبب هذا في عناصر الثقافة أصبح جزء من عناصر الثقافة الميل لصالح العمل على حساب الجانب النظري والفكري والمصدر الآخر كما أظن هو الفكر التوراة اليهودي الذي ساد في اليمن لفترة طويلة فمن طبيعة الفكرة الدينية عامة أن يعمل على إسكاة صوت العقل والتبكير النكدي ويشجع على التلقي والتسليم بدون نقاش وبالطبع هذا يؤدي إلى ضمور العقل الجمعي كما حدث للعقل العربي في عصور الانحطاط نحن عندنا في اليمن طبعا اليمن وفلسطين هما الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتان قيام دولة يهودية ما كانش في غيرهم بناء دولة يهودية ومن ثم ربما هذا الفكرة اليهودي أسكت العقل اليمني لفترات طويلة ومنع من التفكير النكدي والتفكير الإبداعي هذا ربما كد يكون سبب عموما هذا التحليل لمشكلة القصور الإبداعي في التاريخ اليمني هو مجرد اجتهاد قابل للأخذ والرد المهم فيه المهم أولا هو الاعتراف بنقاط الضعف والخلل في شخصيتنا القومية اليمنية هذا لازم وشخصيتنا بالطبع هي مجموعة ثقافتنا ومسلماتنا وميولنا ومزاجنا العام هذا المهم أولا المهم ثانيا هو أن نبحث عن معالجات لمثل هذه الظواهر حتى لا نصاب بضمور الروح وضمور العقل لأن المجتمعات التي تصاب بضمور الروح والعقل تصبح لقمة سائغة للمشاريع الضالة تصبح لقمة سائغة لمشاريع الموت والخراب والعنصرية والتفاهة والسطحية المشاريع الخاصة التي تستعبدنا وتنتهك كرامتنا وحريتنا وتسلبنا مستقبلنا وفرص حياتنا إلى آخر مشاريع الصغيرة هي هذه التي وصلتنا لهذا الحل الذي نحن فيه إذا استيقظت فينا حاسة النقد ستستيقظ الحقيقة وإذا استيقظت الروح اكتملت الدائرة الكهربية اللازمة للنهوض أعني بالدائرة الكهربية كتب الحقيقة والروح القومية المتحفزة للنهوض الروح الحقيقة من هنا والروح من هنا هذا تكتمل به دائرة النهوض والديناميكية في أي مجتمع إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم بالجهوعة الكادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر